نموذج فيديو متقدم بيدعم تحويل نصوص والصور لفيديوهات عالية الجودة تصل إلى 1080 بيكسل مظهر سينمائي على الدقة وحركات سلسة النهاردة هنتكلم عن Seed Dance 1.0 من شركة ByteDance هذا النموذج نقدر نقول هو يتفوق وينافس بيه أو سريه لأنه هو بس مش ينشئ صوت وكان الموضوع اختلف بشكل كبير جداً لأنه فعلاً الناتج منه رائع وحنشوف النتيجة النهاردة مع بعض بالتجربة العملية هذا النموذج مبني على تقنيات متقدمة بيفهم النص كويس جداً وبينشئ فيديو عميق يعني تفاصيل فيه وحنشوف دلوقتي برضو مع بعض التفاصيل فيه عالية الجودة وحننشئ كمان فيديو مدته عشر ثواني نقدر نقول إنه هو بينافس ما قلت لك بشدة بيو سي وكلينج 2.1 هو مش مفتوح المصدر بالكامل ومش ممكن تلاقي نموذج زي النموذج ده مفتوح المصدر أو متاح مثلاً على جت هب ولكن في نسخة لايت متوفرة للتجربة المجانية عبر ريبليكيت بجودة من 480 ل 720 بيكسل وإحنا النهاردة حنجربه على منصة جينسبارك AI حبيت إننا أجربه معاكم النهاردة بما إننا معايا حساب مدفوع عليه وأوريكم إزاي النتيجة الخاصة بالفيديو رائعة جداً حنشوف دلوقتي مع بعض سي دانس 1.0 على منصة جينسبارك يلا بينا ما ترحوش في أي حتة حنرجع لكم مرة تانية متابعي القناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وارجعنا لكم مرة تانية عشان نجرب مع بعض سي دانس على منصة جينسبارك AI أول حاجة بس أحب إننا أقولك عليها عشان أبتدي معاك خطوة بخطوة هروح إننا أجيب النص اللي أنا حنشئ به الصورة أنا بفضل إننا أستخدم Imagine 4 Ultra الموجود داخل جوجل Eye Studio كنت كلمتكم عنه في فيديو سابق وأعمل به الصورة وبعد كده أعمل به الفيديو على جينسبارك AI ولكن أيضاً هنجرب مع بعض استخدام الأمر فقط مش بس إن إحنا نرفع صورة عشان نشوف بيها الفيديو ودعنا الأول إن إحنا نبتدي بالصورة أول حاجة أنا ابتديت قلت له أديني description لأنيمي style image عايز تكتب بالعربي وتقوله أديني الأمر بالإنجليزي زي ما أنت عايز بيحارب الأشرار أو بيحارب بشكل عام أنا فضلت إن أنا أستخدم الأمر ده جربت الأمر الأول لقيت إن أنا يعني ما عجبنيش قوي الصورة فخدت الأمر ده قلت له دين description لأنيمي style image describe أمانيس فايتنج بفايتنج بشكل عام وهنا ابتديت ديني الأمر خدت الأمر زي ما هو وروحت بيه على جوجل AI Studio وبتديت أروح على Imagine 4 Ultra علشان أبتدي إن أنا أحط الوصف وأعمل به الصورة هبتدي بقى أخذ الصورة بعد كده الصورة إن أنا أنشأتها أنا نزلت الصورة وبتديت إن أنا أروح بيها على Genes Park هتبتدي تروح على Genes Park هتنزل تحت على Generate Video ومن Generate Video رحت اخترت الماضي اللي أنا هستخدمه اللي هو Seed Dance Light ده الموجود حالياً داخل Genes Park واللي بيمكنك إن أنت تعمل فيديوهات لحد 10 ثواني ويقريشو بتاعتها 16 لتسعة واربعة لتلاتة واحد لواحد مش بيدعم التسعة لستاشرة Kling Version 2.1 Master بيدعم التسعة لستاشرة يعني الفيديوهات اللي هي بالطول وأيضاً Gemini VO3 موجود والساوند واتكلمت عنه من قبل وأنا عارفة أن هذه النمازج كمان بتاخد كريدس كتيرة فللأسف أنت مش هترف تستخدمها غير في الخطة المدفوعة ولو تفتكر كنت تكلمتك من قبل زمان لما كان مفتوح Genes Park أنت ممكن تاخد يعني كذا شهر بشكل مجاني لما تدعو الأصدقاء الموضوع دلوقتي لأسف ما بقاش متاح فحبيت برضو أن أنا أكد على هذه الجزئية هتروح تختار Seed Dance Light وهتبتدي هنا في عندك حكتين Image to Video ممكن أنت تحط الأمر وتنشق عادي جداً الفيديو بتاعك فلو Image to Video هتبتدي أنت ترفع الصورة وهنا هتختار الأبعاد هنا 16 ل 9 1 ل 1 و 4 و 3 بس اللي بيدعمه هذا النموذج وهنا أنا اخترت يكون من 5 ل 10 ثواني فأعطاني الفيديو 10 ثواني وممكن تسيب الأوتو برومت يعني تعلم عليه علامة صحة على أساس أنه يعمل enhancement أو يحسن بس لاحظ أن أنت جايب الأمر من شات جي بي تي فهو محسن يعني دي حاجة راجعي لك بعد كده ابتديت أن أنا أحط الأمر نفسه تاني اللي أنا عملت به الصورة مرة تانية يعني حواريك مثلاً هنا في 100 حواريك بالنسبة لي الفيديو الأول هنا أنا رفعت الصورة وابتديت أن أنا أحط الأمر اللي أنا جبته من شات جي بي تي وأنشأت به الصورة حطيته أيضاً فأعطاني الفيديو الوقت هتشوف الفيديو بالفول سكرين عشر ثواني زي ما أنت شايف بص الحركة عايزك تركز في التفاصيل وتركز في الحركة ولو رجعت للصورة ولو رجعت للأمر المكتوب اللي أنا بفضل أن أنا دايماً أكتبه مع الصورة فهتبص تلاقي أن النتيجة رائعة جداً ابتديت أن أنا أستخدم نفس الصورة أيضاً مع أمر تاني أمر ده أن الشخص بعد دماء يعني حارب الأشرار يبتدي أن هو بقى يبتدي أن هو ياخد وضع الوقوف أو يقف بيه confident أو هو واثق من نفسه فابتديت برضو أستخدم الأبعاد 16-9 مدته 10 ثواني هنا الفيديو الشخص خلاص كأنه إيه انتهى يبتدي من حيث انتهى الفيديو الأول حيبتدي زي ما أنتوا شايفين كده يعني بالفول سكرين يبتدي الشخص يقف ويبتدي أن هو في وضع الماشي بشكل واثق من نفسه ده بالنسبة للفيديو باستخدام سيد دانس لايت لايت الموجود داخل جينسبورك اي اي تعالى بقى نجرب أن احنا هستخدم النص أنا مش هستخدم الصورة كاري فرانس أنا هعمل على طول فيديو باستخدام النص ونشوف النتيجة ابتديت أن أنا أروح أجيب الأمر من شا جي بي تي فقلت له أريد أمر نصي بالإنجليزية لإنشاء صورة لمشهد واقعي وسينمائي يظهر فيها رجل في منتصف العمر المفهول يظهر فيه طبعا يبدو كأنه محارب من الساموراي وقم بالتركيز على وجه وهو يمشي في وقت الظاهرة في اتجاه جبل مرتفع يطل على بحيرة واسعة ابتدى أنه يديني الأمر وقال لي كمان لو أنت عايزة أنت تأجست المود الموجود يعني فيه مثلا دراماتيك باك جراوند هبتدى أن أنا أخد الأمر اللي هو عطاهولي الأمر السينمائي الواقعي للساموراي الرجل الساموراي أو محارب الساموراي وابتدى أروح بي على طول بقى جين سبار كي آي هنا أنا مش محتاجة أن أنا أنشئ الصورة عايز طبعا تنشئ الصورة ممكن أوريك برضو الأمر داي ينشئ صورة شكلها عامل إزاي أنا روحت برضو كده الفضول خدني قلت يا ترى imagine for ultra حايديني صورة شكلها عامل إزاي دي الصورة اللي هو عطاهالي ممتازة جدا زي ما انتم شايفين الأبعاد 16 لتسعة خدت بقى الأمر من غير الصورة ورحت بيه على جين سبار كي آي لما رحت على جين سبار كي آي حطيت الأمر واخترت الأبعاد 16 لتسعة واخترت 10 ثواني وعملت الـ auto prompt فعالته هنا طبعا بيبتدي دي reflection بيفكر وفي الآخر خالص يبتدي دي تصور للفيديو بتاعه هنشوف دلوقتي الفيديو full screen محارب من الساموراي وقت الظاهرة زي ما احنا شايفين في بحيرة وفي مونتن بيطل على بحيرة والشخص ماشي وتحس كده انه هو فعلا الفيديو او المشهد ده يعني جاي من فيلم سينيمائي ده بالنسبة لي seed dance light طبعا زي ما احنا شايفين seed dance light رائع جدا تخيل دي نسخة خفيفة كده ما هو من اسمه seed dance light دي نسخة التجربية الخفيفة فاعتقد ان النسخة الثابتة او البرو هتكون مختلفة تماما في انتظار المزيد يمكن تكون متوفرة اكتر هذين نسخة الثابتة او نسخة دي اعتقد موجودة على بعض المواقع ولكن اعتقد هتكون مكلفة يعني احنا مناش بقى دعوة بي النسخة المكلفة احنا بنحاول ان احنا ندور على المواقع اللي حتى يعني ضمن الخطة بتاعتها تدينا انشاء فيديو اتبعنا تكونوا سافاتم فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد مفيد فاريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والكممنت ولكنت بشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته